اشتركوا في القناة الموقع ستركوا لكم في صندوق الوصف ريسرش بيز طبعا تقومون بإنشاء حساب مجاني فيه ثم بالذلك تظهر لكم هذه الواجهة أو تضغطون على ريسرش ثم تظهر لكم هذه الواجهة الآن أركز معي جيدا أول خطوة ستقوم بها هو تغيير الكيورد من All إلى Clothing بهذا الشكل ثانيا نقوم باختيار الماركت بليس الذي نريد وليكون مثلا United States أو Dotcom بهذا الشكل بعد ذلك تأكد أنه عندك هنا ميرش بأمازون ثم تأتي إلى هذا المكان وتقوم بإدخال كلمة Evergreen مما أن Evergreen يعني كلمة مفتوحة ليست لها علاقة مع تاريخ المحدد ولا مع مناسبة معينة ولتكون على سبيل المثال Cat يعني القط بهذا الشكل بعدها سوف تظهر لك مجموعة من Suggestions يعني مجموعة من الاقتراحات إذن لك تحصل على اقتراحات جيدة قم بإضافة كلمة Shared بهذا الشكل إذن هنا سوف تجد مجموعة من الكلمات المفتاحية القوية مثلا Cat Shirt for Girls Cat Shirt for Men Cat Shirt مثلا Fony Cat Shirt طبعا الفوني دائما تكون جيدة ثم مثلا Boys Tomorrow ثم بعد ذلك Four Females Cat Only Japanese Boys Toddler إلى آخره أنا مثلا سوف أعمل على الفوني مثلا أين أيام Fony Cat T-shirt إذن تضغط هكذا ثم Search هنا سوف ينتقل به إلى أمازون تكون بشكل أوتوماتيكي إذا لاحظتم جيدا ف الريزولت عندي هنا 9000 يعني الريزولت كبير جدا الآن لكي أخصص بحثي ولكي أركز على نقطة مهمة جدا سوف أظهر فقط الأشياء أو الديزاينات التي نشرت حديثا مؤخرا ثم أهم شيء أنها تباع إذن عندي مسألتين مسألة الأولى إظهار الديزاينات التي نشرت حديثا المسألة الثانية وهي إظهار فقط الديزاينات التي تباع إذن الطريقة كالتالي نأتي إلى هذا المكان يعني Sort By ثم نقوم باختيار هذا الخيار newest arrivals إذن إذا لاحظتم فالعدد يعني تضاعف يعني من أصل 9000 أصبح عندي 50 ألف لا يهمكم يعني حتى لو بدلكم الرقم هنا كبير ليس مهم الآن الخطوة التي بعدها سوف أقوم باختيار نجمة واحدة بهذا الشكل الآن يعني انظر معي وصلنا إلى 10 ألاف ولكن ما يهمني أنا أن هذه الريزولت التي ظهرت لي فيها الشرطان الذين تكلمنا عنهما ولك تتأكد أكثر إذا رحضتم جيدا سوف تجدون أن هناك تقييم واحد على غالبية الأشياء الموجودة هنا غالبية الدزاينات المنشورة في تقييم واحد هذا على ماذا يدول يدول على أن يعني النتش أو الدزاين جديد تمام الخطوة التي بعدها طبعا هي ملاحظة كل الأشياء الموجودة هنا با ديفولت أنا هنا أرى أن هنا يعني الإكليبس موجود إن الدزاين خاص بالإكليبس موجود في الصفحة الثالثة وطبعا هذا دليل ثاني على أن ني بالفعل في الطريق الصحيح وأنني بالفعل قد اخترت فقط ما نشر حديثا جديدا ولكي نتأكد أكثر دعونا نقوم بالدخول إلى الرئيزولت رقم واحد يعني أول نتيجة بحث ولكن دائما تأكدوا أن النتيجة التي تدخلون إليها ليست سبونسور يعني ليس عليها إعلان ممول إذن دعونا ندخل إلى النتيجة الأولى ثم نرى إذن هذا هو الدزاين طبعا نتأكد أنه خاص بمرش ثم لذلك دعوني أرى فقط ما يومني متى نشرة إذن date first available إذن نشرة في الثاني من أبريل وأنا أستسجل في التاسع من أبريل يعني نشرة تقريبا قبل أسبوع الآن تأكدت فعليا وحرفيا أن ننفي الطريق الصحيح إذن الآن الخطوة التي بعدها فقط أقوم بدراسة الميتش هل له علاقة مع يعني هل له علاقة مع مناسبة معينة أم أنه evergreen لأنه إذا اكتشفت أن هذا النتش له علاقة مع مناسبة معينة فهنا أعرف غالبا أن تلك المناسبة قد مرت فبالتالي الديزاين لن يبع فبالتالي ليس هناك دائن للعمل عليه إذن هنا مثلا أرى العنوان كيف هو وفوني إي جي ويت كارتون كات صراحة لا أعرف ما هذا النتش ولكن سوف نقوم بالمحثان في جوجل طبعا الكلمة التي تهموني إذا نقوم بعمل ثم نبحث في جوجل لنرى إذن على ما يبدو من خلال ديكسونري طبعا هنا في القائمة دائما كما اتفقنا في أقصى اليمين عندما لا أجد أي شيء بهذا الشكل كما تراحي إذا يوجد أي شيء فبالتالي سوف نبدأ بتحليل هذه النتائج التي ظهرت لي إذن هنا ديكسونري إذن هذه غالبا هي كلمة أو جملة معروفة تستعمل في اللغة الإنجليزية ومعناها يعني هذه الجملة نستعملها عندما نريد أن نقول أن جهاز أو آلة لا تعمل لم تعد تعمل مشكل جيد أو لا تعمل فعندنا هنا هذا معناها أن الحاسوبي لا يعمل تمام إذن من العامة إذن موجودة في الدكسونري مبدئيا لا يوجد فيها أي مشكل فقط نتأكد مرة أخرى إذن غالبة غالبية يعني النتائج التي ظهرت لي هي إلا عبارة عن دكسونري أو مواقع خاصة باللغة فبالتالي مبدئيا لا يوجد أي مشكل في الاشتغال على هذا النتش تبقى لي فقط البحث أكثر حول تفاصيل هذا النتش لكي أعرف إذن هنا استعملوا في قت يعني هنا تم الدمج يعني هذه العبارة مع الكات فوني كات ولكن أدري ما العلاقة صراحة يعني صراحة لست لا أعرف ما العلاقة دعونا نقوم بتجربة البحث عن الكلمة في ميرش لنرى كم عدد الريزولت طبعا هنا سوف نقوم بعمل شيرش ميرش طبعا هنا كان أيضا جزئية تريد مارك لما أتحقق منها أنا فقط سوف أرى ثم أعود إذن هنا عندما بحث ومع العلم أنني بحث في القسم الخاص دعونا نقوم بالبحث في الخسم الخاص بالكلودينج لكي نرى بالضبط ما الذي سوف يظهر لعله نجد يعني دليل ما إذن هنا ظهر بالفعل هذا الديزاين وإندي تسعة وسبعون في الريزولت هذا هو الديزاين الذي نتكلم عنه هناك منافسين لم يحققوا بعد صراحة المبيعات لأدري ولكن الأقل لا يوجد لك ريفيوز على فريت إذن هناك علاقة مع القط لا أعرف ما هي علاقة مع القط صراحة ولكن هناك فقط بما أنني شرحت شرحت فلأكمل يعني الشرح كاملا هنا فقط ملاحظة مهمة جدا غالبية الأشياء التي أعمل عليها حاليا يعني الاستراتيجية التي أستعملها حاليا هي دمج لأن نركز معي جيدا كلا سوف أقوله لك من ذهب أدمج يعني يمكنني أخذ أي مناسبة عندي في أبريل يعني مناسبة معروفة تحقق مبيعات ثم أضيف لها أي شيء يعني يكون وطبعا الكات من بين الحيوانات الأكثر شيوعا والأكثر استعمالا والطريقة شغالة بشكل جيد رائع يعني تكسر المنافسة أولا بدون منافسة حتى لا يستهول إعلانة تكون رخيصة وفيها يعني إيجابيات كثيرة ربما وخصص لها حلقة خاصة إن شاء الله المهم دعونا نكمل يعني السيرش الخاص بنا لنرى إذن كما قلت هذه الفكرة التي تكلمت عنها قبل قليل وهي دمج الإيفنت مع مثلا الإيفنت الذي هو الإكليبس مع الكات وطبعا كما قلت النتيجة مجربة وهي التي أركز عليها حاليا إذن دعونا نرى ما الذي يمكننا إيجاده هذا أيضا معروف هذا طبعا الإيستر وهو عيد الفصح خاص بالمسيحيين كنا قد تكلم عنه عندنا أولد مان هذه طبعا كلها جديدة لو قمنا بالدخول إلى متى نشر مثلا هذا الديزاين على سبيل فقط دعونا ربا نشر لكن نعرف أن في الطريق الصحيح إذن بالفعل نشر في مارس أو في الواحد من مارس أوكي والأجمل طبعا دائما أؤكد الأجمل من هذا كله أن جميع الريزوت التي ظهرت لي هنا بشكل مرتب من الأقدم أو عفوا من الأجدد إلى الأقدم كلها فيها مبيئات بدون استثناء كلها حقاقة مبيئات طبعا بعض سوف تجد أنه قد حقق طبعا المبيئات هنا نعلم يمكننا معرفته عن طريق البيتس ولكن هنا تحديدا إذا لاحظتم فأقوم بالتركيز طريقة غير مباشرة في معرفة المبيئات وهي هذه النجوم أقوم بتحديد أقل هنا أي ديزاين حقق أو حصل على تقييم ولو كان تقييم بنجمة واحدة أو نجمتان أو ثلاثة إلى غير خمسة نجمات فإنه سوف يظهر لي فبالتالي هذا الديزاين على سبيل المثال حقق كما ترى أربعة نجوم ظهر هناك ديزاين سوف نجد أنها قد حققت فقط مثلا نجمة واحدة مثل هذا الديزاين ولكنه ظهر والجميل والأروع من هذا كله كما قلنا واتفقنا أنه نشر حديثا فبالتالي غالبا لم يمر عليه الوقت وغالبا كذلك سوف نجد أنه قد يعني فيه إيفرغين يعني إذا لاحظتم كعت هذا هو القاسم المشترك شكرا جزيلا لكم على حسن المتابع أتمنى تكون هذه الحلقة قد أفدتكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله